السلام عليكم معاكم سامح من قناة فلاينج زاورلد وعند الحلقة جديدة النهاردة في دبي هنصورها في سوق السمك سوق الواجهة البحرية في منطقة ديرة عند مينة الحمرية السوق ده بيحل مكان سوق السمك القديم اللي اتقفل في سنة 2017 مساحة سوق الواجهة البحرية مية واربعة الف تلتمية تلاتة وسبعين ادم مربع المكان ده مجهز تقريبا باحسن التجهيزات العالمية بتدخل بتشوف كل انواع السمك اللي انت ممكن تتخيلها او لا تتخيلها تسمع عنها او لا في كل الاسماك الموجودة في الامارات وكل الاسماك الموجودة تقريبا في نطاق الدول العربية المحيطة بمنطقة الخليج العربي سوق السمك هو من اكبر الاماكن اللي ممكن تعتمد فيها على احتياجاتك من الاسماك واللحوم لان هو اصلا فيه خمس اماكن من الاسواق المختلفة اللي انت تقدر تغطي بيها اغراضك الشخص دلوقتي سوق الواجهة البحرية هم في دبي بقوا بيعتبروه من الاماكن السياحية اللي بتجذب السياحة ان هم هيزوروها زي اي اماكن تراثية او اي اماكن معروفة في الامارات سوق الواجهة البحرية من افخم الاماكن اللي ممكن تدخل تختار فيها الاسماك بتاعتك وتقدر ان انت تجهزها هناك فوق كل اللي انت محتاجه هتقدر تحصل عليه بسهولة جدا طبعا هتشوف عندك احجام كبيرة ما شاء الله من الجنباري استاكوزة كل الانواع البحرية او كل الانواع الاسماك البحرية اللي انت ممكن تتخيلها في حياتك موجودة هناك تقدر تشتري اي كمية انت عايزها يعني بتوضي احتياجات شخص واحد او عيلة او اسرة او عزومة بتختار كل الانواع السمك اللي انت عايزها بكل الكميات وعندك بتبتدي مراحل تجهيز في حاجتين اول حاجة ان انت بتشتري السمك تاني حاجة عندك متاح كمان ان انت تقدر تجهز الاكل بتاعك او تجهز الاسماك بتاعتك في نفس المكان اللي انت هتشتري منه الاسماك بتاعتك سوق الواجهة البحرية كمان هو مش بيبيعوا اسماك بس السوق ده في خمس اسواق جوه المنطقة بتاعت المنطقة البحرية او الواجهة البحرية اللي انت ممكن هتزورها تمام المنطقة دي فيها خمسة وتسعين محل تجاري بيبيع فيه كل الاغراض اللي انت عايزها لاحتياجات بيتك فيه اسماك فيه خضروات وفواكه وفيه لحوم فيه بهارات فيه تمور فيه عسل وفيه كل حاجة انت ممكن تحتاجها انت ممكن تقضي يوم كامل هناك وتقضي مع اسرتك يوم كامل هناك طبعا فيه هناك كل الكافيات فيه عندك كافيات كتير جدا فيه عندك مطاعم حتى لو انت مش عايز تأكل سمك بس او انت حد من افراد اسرتك مش بيحب بيحب الاسماك فيه برضو اماكن هناك شوبنج بسيطة هي محلات مش كبيرة قوي لكن هي تقدر ان انت تاخد اغراضك تاخد اولادك ان انت تقضي يوم كامل هناك حتى الميزة كمان ان السوق ده بيقع او مكانه على البحر مباشرة حتى عاملين فيه مطاعم على البحر عاملين فيه مطاعم ان انت بتاخد الاسماك بتاعتك من السوق بتروح على مرحلة التنظيف ومن مرحلة التنظيف ان انت تودي مرحلة التجهيز والشاوي او القلي على حسب انت محتاج تعمل التجهيز بتاع الاسماك بتاعتك ايه احنا طبعا عملنا جولة يمكن تكون بسيطة جوه سوق هنعرض لك فيها كل الانواع الاسماك المعروضة وكل الانواع الاسماك اللي انت ممكن تعرفها او انت ما تعرفهاش طبعا احنا مش هنتكلم على انواع الاسماك كلها لان احنا طبعا يعني ممكن تكون خبرتنا بسيطة جدا في الاسماك لكن احنا لما دخلنا على السوق هو فعلا يعني تجهيزات فوق فوق الممتازة عندك بتاع العرض كمان كويس كل تاجر بيعرض المنتجات بتاعته او الاسماك بتاعته كمان هم حطين السوق كله تحت منطقة مكيفة يعني انت حتى مش هتزهق او انت بتعمل شوبينج او انت داخل ان انت تشتري اغراضك من الاسماك او ان انت تتفرج على المحلات لمجرد ان انت حتى بتتفرج عليها كأن انت بتشوف حاجات لاول مرة هتشوفها في حياتك طبعا احنا لما لفينا في السوق ده كله كل تاجر بيبيع باجتهاد سعري مختلف يعني بمعنى ان انت هتروح لتاجر هتلاقي مثلا نفس نوعك الجنبري بنفس الحجم بنفس الشكل بنفس المنطقة او الدولة اللي هم جايبين منه الجنبري مثلا على سبيل المثال الجنبري العماني مثلا فيه احجام كتير الاسعار كل تاجر بيبيع باجتهاد معين يعني انت دلوقتي مثلا هتدخل تشوف كيلو جنبري زي ده مثلا بيبيعه خمسين درهم مثلا لو فاصلت شوية هتوصل لثلاثين لو عرضوا عليك بثمانيين ممكن تفاصل معي او تتكلم معاه في السعر يعني نزلك السعر طبعا مش بقولك تشطر عليه لكن هما تقريبا طريقة العرض هناك ان هما منتظرين ان انت تفاصل معاهم في الاسعار نفس السعر هتلاقيه غير متساوي او غير ثابت مع كل التجار هناك طبعا فاصل على قد ما تقدر مش بقولك تشطر على الناس لكن بقولك ان هناك طبيعة السوق هي كده ان هما بيحطوا سعر عالي اجتهادي وانت بتفاصل معاهم او بتنزل معاهم في السعر بينزل معاك في السعر عادي مش الجنبري بس كل انواع الاسماك المعروضة هناك ممكن تلاقي سعرها غالي شوية ومع الكلام معاهم بتقدر ان انت تاخد سعر كويس جدا طبعا حتى طريقة العرض نفسها كمان ريحة المكان طريقة العرض ممتازة جدا دلوقتي عندك احنا دخلين على منطقة تجهيز الاسماك احنا اشترينا اردر او الطلب بتاعنا عندك جريل فش ده اللي هو متخصص فيه تجهيز السمك طبعا في مرحلة قبل ما تروح لجريل فش بتروح الاول تجهز التنظيف بتاع الاسماك دي المنطقة بتاعت المطعم او المحل اللي بيعيز لك سلب جوه لو عايز تطلب سلطات عايز تطلب رز عايز تطلب خبز او عيش اه بتدخل هنا وده كان الاكل بتاعنا اللي احنا طلبناه واتمنى ان التغطية تكون عجبتكم اه تابعنا على القناة بتاعتنا اعمل سبسكرايب للقناة وتابعنا وهنعمل تغطيات كتير جدا الفترة الجاية وهنشرح لك كل الاماكن السياحية اللي بنروح